مزبوط مية مليا طيب باقي عندي هذه اوه باقي عندي حاجة بعد اه دولاب للغرفة النوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام اهلا وسهلا فيكم من قناة السلام للالعاب ارحب فيكم من جديد نعود لمحاكي تاجر المستعمل وبفيديو جديد بعد انقطاع طويل ولكن انقطاع هذا كان ضروري حتى اه احاول اه ننتقل للمسكن الجديد ونجهز المسكن الجديد ونوريكم وش اللي موجود عندنا هناك وبعدها راح نواصل في اللعبة لاشياء اخرى خلونا الان اشتريت بعض الاثات خلوني ابتدي الان حملة في السيارة اليوم قلت اخذ اجازة اه نعطيه اجازة شوي بدون شغل مسكين تعب وهو يشتغل خلوه ياخذ اجازة ويضبط بيته بدل ما هو ساكن في الكرفان هناك توقع كذا اوكي تمام باقي عندي الان صندوقين ونطلع للمسكن اه من اول انا شاري اشتريت السرير اوكي 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 تاجرنا اليوم فرحان طبعا سكن جديد وفلا جديدة ما ادري اصبح صراحة تاجر تاجر مستعمل وعنده فيلا اه كذا كويس كويس والله فكرت انه بيطيح الباب او كذا اليوم ما عندي اي بضاعة خلصنا يعني البضاعة اللي موجودة كانت في المحل وما فتحنا اليوم المحل قلت اليوم اروح اشتري اثاث ونروح نشوف كيف راح انسوي راح نشوف معاكم اليوم التأثيث لا يعني انت كذا تدق بريكات قدامي ليش خلنا نطلع بس من عندك لا 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 كويس راح نشوف معاكم المراحل القادمة نشوف سوق سوق الحراج او سوق المزادات نعم هنا في موجود سوق المزادات الى الان احنا ما جربناه ومثل ما احنا شفنا بعد ما اشترينا المعرض اش كان الوضع معانا المعرض كان في عندنا اماكن توقع كبيرة خارج المعرض بيع سيارات او كذا فراح نحاول نشتري سيارات ونبيع شرايكم وهذا المدخل اللي ودينا للبلة يا السلام عليك يا سلام يا يا تاجر المسكين صار صار الان تاجر صراحة تاجر يستحق اش نقول الاحترام ما ما قال يعني انا ما اشتغل بالشغلات هذي المكسرة والشغلات المية حلوة كافح هذا هذا مسكننا هذا مسكننا انا رايح هناك رايح للصندقة الصندقة ما زال او البورتبل ما زال موجود عندنا وهذا مسكننا والان رايح نروح نشوف اياكم الاثاث يلا حبيبي خلنا شوف الاثاث افتح الباب هنا ما ادري والله انا ايش حطيت راح نفتحهم ونشوف الورطة ايش الورطة انا وشريت كلها كلها راح تكون في الصالة نعم كلها راح تكون موجودة في الصالة وعندي هنا من اول سرير ثاني شريت وتورت شريت سريرين وورطت معاهم كلها بتكون الاغراض هذه في الصالة لكن الكارثة لابد نعرف بالضبط كل واحد ايش هو صراحة انا ماني عارف هم ايش صار الليل اوكي صار الليل كويس يعني صار الليل ونأثث وحنا مرتاحين في ساعات الليل الان ماني عارف والله بالضبط ايش هم يعني كيف راح حطهم ماني فهم ما محطوط اي معلومات لكل كرتون خلونا نفتح النور المفروض الكنبات هنا واحد وهنا واحد كذا ما اشوفها كذا الان انا تورط مع هذا بالزد اه بالزد الرجع عرفنا هذا الان ما ادري يمكن احطه هنا في المكان هذا والكنب احط واحد هنا واحد هنا ايش رايكم افضل طريقة يلا اه هذه الكنبة الصغيرة الكنبة الصغيرة بالار اتوقع بالار ايوا كذا 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 نعرف يعني نضبط شغلنا صح صح اجت صح طيب هذه راح نحطها هنا وهذه كنبة كبيرة اه نسحب الار طيب اوكي مش بالحيل يعني كبيرة مزبوط مزبوط مية مليا طيب باقي عندي هذي اوه باقي عندي حاجة بعد اه دولاب للغرفة النوم توقع غرفة النوم هذا راح نعمل له ايش يعني ما اعتقد هذا في غرفته هذا مكان يعني التلفزيون او تقريبا كذا يعني ما ما يجي ما يجي للشغلات هذي اتوقع اوكي مكانة مية المية حلو 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 لكن لسه باقي لهذا راح نحمل اوه نوديه وين غرفة النوم وريكم غرفة النوم اتوقع هنا اه هو مكانة صحيح اتوقع مكانة صحيح مش ينور تقريبا تقريبا لكن اقدر اعمله بالزد اوكي والرد نحمله مرة ثانية اه لفة شوي لفة بسيطة اتوقع كذا مية بالمية ولا يختلف معايا اثنين اوكي الان مية مية ولا يختلف بمثل ما قلتلكم معايا اي احد وهذه غرفة النوم وهذه دورة المياه عزكم الله وصار مسكنة الان او الفلا صارت تقريبا جاهزة باقي عندنا سرير سرير هذا راح نحطه للضيوف هنا حديقة يعني لو حبينا نطلع لها لكن الى الان ما في موجود بالديكورات انك تشتري انارة تشتري كراسي خارجية يعني هنا نجيب كنب لا ما يصلح ما هو بحلو نحط كنب اه هذا راح نتركه هنا راح ناخذه ونوديه للقراج اه كنت فكرت اني ابيعه في المحل لكن لقيت انه ما ما يتم بيعه ما يعرف يعني هم ليش خلاص نتركه هنا ونروح النام ونقول تصبحون على خير اصدقانا الكرام مع السلامة اه اه اوكي سكر الباب وهذا مسكننا الان جاهز طبعا فيه فواتير احيانا اه تزعجك والله انا جاتني فاتورة اه ما ادري اكثر من الفين او كذا سددتها اه منها للموظفين اللي عندي ومنها كذلك اه فاتورة منها ما انا عارف ايش يلا حسبات كبيرة اليوم احنا ما في اكشن ماركت اليوم ما يوجد اكشن ماركت لكن بإمكاننا نروح وين نروح للسوق او نشوف يوم اخر للاكشن ماركت خلونا نطلع الى التجار الي احنا كنا نشتري من عندهم من اول وبعدها يكون لنا زيارة الى الاكشن ماركت اتوقع على الغد خلونا ناخد بضاعة بسيطة ونمر معاكم لا لا اتوقع اتوقع مكاننا الاولاني لا زال موجود او مسكننا الاولاني ما زال موجود يعني ما غيروا مكانه نروح وشوفها الان لا زال لا زال موجود لا زال ما تغير ولا شالو ولا نقول اختفى مثل اول شي ايام ما كان السوق اطردونا من المكان لا هذا مكاننا موجود ولا تغير يعني لو خوينا فلس ممكن يرجع مرة ثانية المكان هذا يلا يا صاحبنا روح اشتري لك بضاعة ان شاء الله فيكون في بضاعة رخيصة سبعمائة ستمائة اوكي ستمائة بشتريها ما يبيه لكلام سبعمائة وسبعة وربعين بشتريها انتو عارفين ما نشتري الا محلين علشان السيارة اللي موجودة ويانا لا تورطنا وين القراجات اللي احنا اشتريناها واحد هذا هو قريب يمنى والثاني في الجهة الثانية ناخذ هذا اول اوكي خلونا نفتح القراج افتح الباب افتح الباب استعدادا لاخذ البضاعة والاستمرار في العمل دقيقة شوي في بضاعة هنا ايوه اتونا نشوفك واح نحط الكرتون هذا بالطريقة دي ونجيب الكرتون الثاني سيارات هذه عادة حلوة واسعارها اا يعني لا بأس فيها اوكي ممتاز طاولة هذه شوي بتدوخنا يعني مش معقول انا اشتري اشيل طاولة بهذا بهذا الحجم الشنطة عندنا شنطتين راح نبحث فيهم واشوف وش اللي موجود فيهم اوكي اصدقائنا خلونا نرمي الاشياء هذه ونحصل على دولارات من وراهم هذا ولا بثلاثة دولار تبيع اي حاجة بثلاثة دولار اي حاجة ما نخلي لهم اي شي كل حاجة ناخذه وكويس احنا في الصباح ما زلنا يعني ما زال عندنا وقت كرسي كييمينغ هذه ما نحتاجها هذه نرميها بعد ايش باقي افتح 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 اطنا السيارة هذه كويس ممتاز وعطنا السكيت بورد اوكي ممتاز وهذه ايش تول بوكس اه صندوق عدة خلاص اتوقع نسكر الباب وناخذ الاغراض هذه ونعمل لهم تراش او في سلة الريسايكلينغ وانتهينا من عندهم اعادة تدوير وقفل اه الكرسي باقي الكرسي ياريتك بس تركب بدون 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 مشاكل طاولة طاولة موجودة لكن الكرسي ما هو جاي اوكي سكر الباب خلونا يشوفه هو موجود ولا لا اوه موجود انضبطت الامور معانا خلونا الان نمشي ونروح وين نروح لمحلنا نزل البضاعة واعتقد يوم اخر راح يفتح معانا الاكشن ماركت راح نعيش معاكم في الاكشن ماركت ونشتري من هناك سيارة ونشوف كيف الوضع ما ندري متى يفتح الاكشن ماركت اليوم ما في اكشن ماركت لكن ممكن يفتح بكرة فعلى بكرة ننتقل معاكم هناك ونشوف ايش الوضع الان راح اروح المحل نجهز اغراضنا نضبطها نرتبها نعمل لها عرض ايوه خطير اه بعدها نعود بياكم الطاولة والكرسي راح اخليهم برة طبعا كويسين وتقدر تعرض انا جربت وعرضت اه في الخارج وبعض البضايع ومشت معانا كويس ما كان فيها اي مشكلة اوكي هذه راح حطها الطاولة كده اه اوكي خلاص اه راح ننزل الاغراض الان نبتدي تنزيل الاغراض افتح الباب كذلك باب المحل اه اليوم جزم كثير لكن كويس هذه راح تعطينا مجال اه نعرض البضاعة بسرعة اه فقط نطلب الخبير يعطينا الاسعار ونعرض ونعرض حتى نفتح المحل ونبتدي نشتغل الجزم ما يجي عليها عطل نهائيا عادة كل الجزم وضعها تماما فرصة اليوم نشتغل يلا اعمل لنا تسعير يا خبير اه هذه نشيلها ونوديها عند اه هذا ال الاصلاحات يلا 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 ربير ايتمز خلاص الان جاة الاسعار عندنا ثلاثمية وخمسين ثلاثمية وخمسين كويس اه بلاي ستيشن ميتين وخمسين ميتين وخمسين يلا اول زبون نستفتح به ميتين وخمسين والله انك ممتاز اللي هو بلاي تركتو حبيبي شكرا لك ثمانية يلا يلا تبغي الحذاء بثمانية مع السرعة مشيلي هلونا نبتدي نعوض شوي الخسائر اللي مرت علينا اثاث مع اثاث وشغلات مثل هذه جمالية اللوحة هذه رائعة جميلة جدا ونبتدي الان نجيب البضاعة الكويسة ونشتغل هذه اوكي تعمل تعمل ما فيها اي اي خلل اه راح اروح وين راح اروح خارج ونوريكم بانه نقدر نسعر كذلك الطاولة معنا ما تسوى بعشرة راح نحطها بعشرة وراح يشترونها و الكرسي بكم كامين كرسي بثلاثمية حلو ممتاز ثلاثمائة كذلك بيشترونها هذه نقدر حتى نسعر في السيارات اتوقع نقدر نعرض سيارات اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا سهلا لا يلا 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 عارضينها بعشرة ونتقلين بخمسة واحد وثلاثين يا ماما ثلاثة واربعين صلاح لك يلا مع السلامة خلينا نشوف شغلنا ونقوم بالعمل هذه اطلانة بعد كذلك روح نوديها يصلحها يلا يلا جبنا لك حاجة تصلحها ليه ليه ما صلحت هذا ليه اش مشكلتك اليوم انت متعطل انت ولا اش مشكلتك ميز انقبارت يا حبيبي يصلح ريبير ذا آيتم ما عدريش فيه لا يكون يبي زيادة في الراتب يعني مش ما اقول تسعى يا عم بتسعى حتى بتسعى ما انت بشاري يلا اجل مع السلامة مع هنا باقي اوكي ممتاز اه تول بوكس اللي هو صندوق عدة اه نقول هذا سعر يلا يا خبير سعر اه نشوف هذا خلص والله ذي معطوبة يا جماعة يصلح فيها ما في فايدة خلنشوف الكلام الثاني ربير ذا ايتم وذي سكراب ذير از نو انف سكراب متريل في حاجة جديدة انا معاني عارفها وش انه جنك بارت ما قدر منين يجيب الجنك بارت الان بده يصلح معاني عارف وش الكلام يعني نجيب الاشياء اللي كنا نرميهم هناك نجيبهم وهو ياخذهم ويستفيد منهم شي جديد اول مرة اسمعه مائة مائة وسبعين اللوحة 350 انا قايل اللوحة تستاهل 350 وعندنا 120 120 120 هذا 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 ما حطينا سعر جزمة متعطلة ما ادي ما اعرف كيف الجزمة تتعطل ما ادري 75 اول مرة اشوف جزمة عطلانة اول مرة يجيني تسعى يلا يلا انت دوختون على هالجزمة هذه خلنا شوف ايش سوى بالضبط راح انحاش لا صلح لا عدل لا شي والله مشكلة كارب زبون اهلا يا زبون اهلا انسدت نفسي يا زبون ما لي خلق والله ابيع وانتو اسعاركم ما نعرف كيف صاهرة هذه ليش ما يتم بيعها اتوقع خلاص احنا بنقفل البحل اصدقان اشوفكم على خير باذن الله في فيديو قادم من اه محاكي تاجر المستعمل والان لا تنسون التعليقات واللايك والاشتراك والى اللقاء نشوفكم على خير باذن الله في وقت اخر مع السلامة